استعدوا للأصعب إن سقفكم سيكون السماء الأحداث القادمة لن تبقي أمامها ولن تذر وها هي مؤشراتها تظهر من أسفل الأرض وأعلاها قائمة شخصيات رحلت ونذير مواجهات شديدة فما الذي ينتظر العالم في العام القادم 2025 وما السبيل للنجاة من السيناريو الأصعب قبل الدخول إلى التوقعات الخاصة بعام 2025 تعلم تماماً أن صاحبتها بابا فانجا التي أُرفت بقدراتها الفائقة في الوصول إلى توقعات صادفت الواقع في كثير من الأحيان وهذه العرافة عمياء دخول التوقعات السابقة التي تنبأت بها بابا فانجا إلى حيز التنفيذ على مدار السنوات الماضية جعل العالم يتصفح سنوياً توقعاتها قبل بداية كل عام فهي التي تنبأت من قبل لمصير الأميرة ديانا ونهاية الغواصة الروسية كورسك وأحداث الحادي عشر من سبتمبر وتردد أن فانجا تنبأت بنهايتها هي شخصياً قبل أن ترحل عن عمر الناهزة الخمسة وثمانين عاماً ترحل؟ نعم إن بابا فانجا رحلت عن الدنيا بالفعل عام 1996 لكن بقيت توقعاتها بشأن كل عام أحداثاً تقلق العالم نحن الآن على بعد خمسة أشهر من نهاية العام الحالي وسندخل بعده عام 2025 وهو العام الذي ورد في التوقعات الشاملة للعرافة البلغارية العمياء بابا فانجا العرافة التي اعتبرت أن العام القادم سيكون الأصعب في تاريخ العالم قيل بأن شخصيات كبيرة مثل القيصر البلغاري بوريس الثالث والزعيم ليونيد برجنيف شخصياً قد حصلوا على استشارات منها أما مصائر عام 2025 فقد تنبأت بها العرافة العمياء قبل رحيلها عن الدنيا بأكثر من 25 عامة بمستقبل العالم ليتردد اسمها بكثرة هذه الأيام مع وجود بعض التغيرات التي طرأت على مختلف المناطق في العالم ترجع شهرة هذه العرافة وقدرتها الفائقة في التنبؤ في أحداث المستقبل ليس على المدى القريب فحسب لكن على المدى البعيد أيضاً فقد كانت تتنبأ بما سيحدث بعد عقود من الزمان وما جعلها قادرة على رؤية المستقبل هي قدرات نسبتها إلى إعصار أصابها بالعامة كما زعمت تردد اسمها كثيراً في الوقت الحالي خاصة بعد تطور الأحداث كل يوم في العالم وبدأت حدة التوترات تتصاعد كل يوم وهو ما ذكرته تلك السيدة العمياء قبل رحيلها عن الدنيا وذكرت أن هناك أحداث خطيرة قد تكون في الوقت القريب العرافة بابا فانجا أحدثت جدلاً كبيراً عند الرأي العام فقد قُبلت بعض توقعاتها بالرفض بينما يجدها آخرون رائعة وتستحق المناقشة ذلك لأنها تنطق بأحداث ربما تتحقق وتمتد لقرون قادمة ذكرت البابا فانجا أن عام 2025 سوف تنتهي أوروبا بسبب صراعات داخلية وهذا العام سيكون بداية لنهاية العالم وهو ما يؤدي إلى نهاية البشرية وهذه التنبؤات تسبب تخوفات كثيرة بسبب توتر الأحداث في العالم كله هذه الأيام ليست هذه آخر التنبؤات لبابا فانجا فقد ذكرت أن العالم سيعاني من أزمة المناخ وارتفاع منسوب سطح البحر وذلك في عام 2033 وفيه تذوب القمم الجليدية وهذا ما يتوافق مع معاناة العالم مع تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير وقد أطلقت وكالات الأمم المتحدة انذارا أحمر بشأن ظاهرات الاحتباس الحراري في نهاية مارس الماضي وفي عام 2170 سيكون هناك جفاف عالمي